اللبن من اكتر الحاجات اللي بتملل بيت بتاعنا خير وبرك من اول لما بنسخانه ونسيبه ليلة كاملة عندنا في التلاجة بيطلع معانا احلى اشطاء ونحتفظ بيها وبنعمل منها بعد كده احلى سامنة بلدي اذا ما عملت معاكم قبل كده او حتى ان احنا ناخد الوش ده ونأكل معاه حلاوة او مربة بيبقى طعمه خطير او حتى كمان لما بندفيه ويبقى الدفع بتاعه زي دمع العين كده ونحط معا شوية منفحة او خل رطل اللبن بياخد معلقة صغيرة او 3 اربع معلقة كبيرة ونقلبهم كويس مع بعض ولحنسيبهم لحد ما يبقى معاهنا القوام ده كأنها زي الجبنة بالظبط بنحتاج شاشة او طرحة تكون شيفون ما تبقاش طرحة مخرمة يعني بنحط عليها رشة ملح مش كتير ونبدأ ان احنا نقلبها كويس بنحطها في الشاشة بتاعتنا ما بحبش حط فيها في الاول كده ملح كتير علشان متنزلش شرشة كتير وفي نفس ذات الوقت انا بستخدمها في الضيط بالنسبة لي احلى من الجبنة القريش كتير جدا طبعا الشرشة احنا ما بحبش ان هي تبقى حدقل ان احنا ممكن نستخدمها في المعجنات او لو انتي بتحب تعملي الكحك والبسكوت بجد بتعمل الاكل حلو جدا بالذات لما بتيجي تعملي معجنات ببدأ ان انا ارش عليها رشة ملح بعد ما خلصت مسكت وبقطعها الاحجام اللي انا عايزاها وبحطها في علبة طبعا لو انتي عايزة تخزنيها وتعمليها جبنة قديمة تحطي فيها ملح كتير وبنحطها طبعا معاها اساسي الشطة علشان ما يجيش فيها اي حشرات وبنحط عليها الشرشة انا بالنسبة لي عشان مش بحط ملح كتير بحفظها في التلاجة بحب كمان احط معاها في لفلة خاضرة وشوية شطة بتديها طعم حلو وبس بننزل عليها بشوية شرشة وبقى عندنا احلى جبنة ولو فضع عندنا شرشة بحفظها في الفريزة اللي حتى ما نيجي نعجل